تبلي أقل من 30 ألف دينار ما يدفعش درائب ولا الرسل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل بمقر المركزية النقابية في ساحة أول ماي بالعاصمة أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إعفاء ذوي الدخل الضعيف من دفع الضرائب ويؤكد مواصلة رفع الحد الأدنى للأجور وعن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين التي سيتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان أول نوفمبر 1954